إذن تكلمنا في الفيديوهات السابقة عن الأسباب اللي توضح أنه أنت في جانب الباد كود فالآن طبعا عكس هذه الأسباب راح تكون أنه أنت في القود كود أو توصل إلى شفرة نظيفة وشفرة جيدة وطبعا قلنا أول نقطة في الباد كود كانت عبارة عن إمبروبر إندنتيشن إنه إحنا نجاها للإندنت فطبعا هي عكسها تماما واللي يأخذها بنظر الاعتبار في جول الستوديو على سبيل المثال لما تقوم بفتح قوس في بدي رتب في ترتيب بالنسبة للبلوك كود مثل ما تلاحظوا أنه هذه البلوك الخاص فيها ثم على ذلك عندك هذه البلوك الخاص فيها وهكذا يعني في ترتيب وبالتالي هذا راح يعطيك قابلية أفضل على قراءة الكود وفهمه وصيانته فيما بعد إذا كانت في مشاكل لغلق هذه البلوك هذه هي الخاصية ونحتبرها إحنا هنا الأفضلية طبيعة الحال نقطة الثانية اللي هو إحنا تكلمنا عن الأسماء اللي تكون مشوشة فالآن منك فول كامينتز بنفس الوقت إنه هذه تبدو تركز على وضع تعليقات مناسبة وإحنا مثل ما ذكرنا إنه الكود لازم إنه يشرح نفسه يعني نصل إلى مرحلة إنه الكود إذا بدأ يشرح نفسه فما في داعي إنه إحنا نضع تعليقات وهذه التعليقات تحتبر عدك تعليقات زائدة ومن الأفضل إن إحنا نضع تعليقات ذات معنى بطبيعة الحال واللي توضح على سبيل المثال المغزى من الكود وما إلى ذلك النقطة الثالثة اللي هي الابي آي ديكمنتيشن كامنتز واللي طبعا تبدي تتكلم لك هنا عن عمل الابي آي مثل ما تعرف إنه الابي آي يتم عمله وبنفس الوقت يقومون يقومون بوضع الابي آي ووضح عمل الابي آي لازم نضع تعليقات توضع أو نقدر نحتبرها هي ديكمنتيشن خاصة في هذا الابي آي النقطة الأخرى هي خاصة في النامي سبيس طبعا إحنا مثل ما شفنا إنه في الباد كود كان هناك النامي سبيس أو مجالات الأسماء يعني يمكن أن تضع مجال أسماء يحتوي على مجموعة من الوظائف ومجموعة من ما لها إعلاقة فيما بعضها وطبعا إحنا مثل ما تلاحظ الآن لو تبدي تستخدم وظائف تحتبر عندك مرتبة ومنظمة وبالتالي على سبيل المثال لو تبدي تستخدم مثلا كومبيني نيم اسم الشركة مثلا أو اسم الابليكيشن أو ما على ذلك أو سلوشن مثلا عندك اي او نحنا مثل ما نعرف انه الاي او هو انبوت اوتبوت بمعنى اي او ستريمز فهذا النام سبيس خاص في الستريم انبوت ان اوتبوت يعني فقط خاص بالمدخلات والمخرجات على سبيل المثال الأول اللي هو اي او انبوت اوتوط طبعا لكن فقط فايل سيستم طبعا هذا راح يبدي يتعاملك مع الفايل سيستم لإنشاء مثلا المجلدات او لإنشاء الفايلز وما الى ذلك هذا الشيح نشوفه في النام سبيس الخاصة في مايكروسوفت لما تقوم باستدعاء مثلا النام سبيس اللي هو الاي او فهذا راح يشوف في مجموعة الوظائف يتكون مرتبطة بالانبوت والاوتبوت ونفس الكلام يبدي يعني ينعكس عندك على النام سبيس الأخرى مثلا عندك الثريدينج النام سبيس السيستم وما الى ذلك راح شوف انه فيها يعني organization في تنظيم للنام سبيس بنفس الوقت احنا تكلمنا عن الاسماء الباد بالنسبة للكائنات بشكل عام فهنا لازم نركز على good naming conventions وطبعا هنا راح نبدي نحتمد طريقة اللي هو الباسكال casting طريقة باسكال لتسمية الكائنات وهذه الطريقة راح تبدي تطبق عندك على تسمية ال name spaces تسمية ال classes يعني ال classات تسمية ال interfaces الواجهات ال new methods هذه كلها يمكن تستخدم فيها طريقة باسكال لتسمية هذه الكائنات ويمكن نستخدم طريقة الجمل او camel case اوكي هذه الطريقة ايضا تستخدم لتسمية arguments وهو تسمية fields وما الى ذلك اوكي ايضا احنا ذكرنا انه عدم استخدام ال underscore للفصل ما بين المتغيرات وبالتالي راح نبدي نلجأ الى استخدام طريقة ال camel case على سبيل المثال لاحظ التالي لاحظ التالي مثلا عندك هذا ال name space اللي هو regular expressions مثل ما تلاحظه انه فاص ما فاصل ما بين ال regular وال expressions ب space ايضا بادي الاول ب capital والثاني كلمة ب capital حتى يعرف او يبدي يفصل ما بين هذه الكلمتين في المعنى طبعا اه هنا ايضا نفس الكلام عندك مثلا عندك ال company name هنا عندك name space company name company الشركة اسم الشركة اوكي فال company باديها ب capital و name باديها ب capital وبالتالي انا فرقت في ما بينها بدول ادي استخدام ال underscore ومثلا عندك نفس الكلام product name بمعنى انه الكلمتين او حتى تفصل ما بين الكلمات تبدي اول كلمة بحرف capital ثم على ذلك تبدي تكمل كلمات الاخرى يعني حتى تبين هذه الكلمات كل كلمة تبديها بحرف capital لو تلاحظ الان عندك مثلا private static string هذا الان ليش وضع underscore في البداية باحتباره انه ميزة ميزة على اساس انه هو static وهو private اوكي فوضع على underscore underscore في البداية ثم مع ذلك قام بوضع اسم هذا الكائن او اسم هذا ال fields اوكي ونفس الكلام يبدي يطبق عندك مثلا عندك public static هذا عندك public يعني ليس private احنا قلنا private مثلا نضع على underscore هاي طبعا كconventions واحنا راح نبدي نتعرف على الconventions على الconventions مثلا شركة مايكروسوفت اللغة البرنامجة سي شارب لتسمية هذه الكائنات اوكي انه مثلا المتغير ل static كيف راح تبدي تسمي public كيف راح تبدي تسمي هي مجموعة يعني من الامور العامة اللي لازم تاخذ عندك بنظر الاحتبار اذا هذا ال private عمل له underscore بينما هذا ال public وهو static بطبيعة الحال وضع له تسمية اللي هي استخدام Pascal or Camel Case اوكي اللي هي هذا regular expression تلاحظ هنا عندك capital ثم مع ذلك هنا عندك capital اوكي لو تلاحظ هنا عندك البولين البولين اللي هو المنطقي اللي ياخذ صح او خطأ فطبعا يبدأ دائما ب is اوكي المتغير المنطقي يبدأ دائما ب is is valid email or is مثلا is true or is anything اوكي بمعنى انه هذا يعتبر عندك بولين مثلا تلاحظ عندك ال email address يكون الافت فورمات معين هذه كلها عبارة عن convention راح نبدأ نتطرق عليها ولكن نخذ بنظر الاحتبار انه ايش هي طريقة pascal case و ايش هي طريقة camel case وفي طريقة اخرى تسمى عندنا snake case طبعا خلينا نأتي الى camel case الان ليش تسميت عندك بهذا الشكل طبعا بالنسبة لل camel case الها طريقة طريقة الجمل لتسمية الكائنات الها طريقتين اما يكون عندك الجمل الى يعني ايش هذا يسمونه يسمى عندنا هنا I think في اللغة يعني في اللغة الانجليزية هو معروف الهم بيس في اللغة العربية السنام فالجمل اللي يحتوي على سنام واحد طبعا مثل ما تلاحظه انه يبتدي في منخفض يبتدي في منخفض ثم على ذلك ينطلق الى السنام لو تلاحظ انه الكلمة راح تبتدي عندك في تبتدي عندك في small letter ثم على ذلك للكلمة الثانية راح تكون عندك هذه اما بالنسبة لبعض الكامل اللي تحتوي على 2 اثنيا من السنام فطبعا راح تبتدي عندك في capital letter راح تشوف انه طريقة camel case تكتب عندك كل الكلمتين يبتدي عندك في capital letter نفس الكلام يبدي ينطبق عندك على باسكال طبعا باسكال طريقة هي تستخدم عندك نفس المغزى ونفس المعنى الخاص في camel case لكن بعض التفاصيل الخاصة في باسكال تاخذ بنظر الاحتبار لتسمية والوظائف الخاصة فيها يعني مثلا عندك لما تريد تحصل على فت قيمة معينة اوكي فرح تقول get مثلا لما تريد تعمل sets او تعمل يعني تغيير قيمة معينة فرح تبدي تسمي الوظيفة مالتك مبدئيا ب set item ونفس الكلام على convert وما الى ذلك هذه الطريقة تسمى عندك باسكال كيس بطريقة اخرى وطبعا هذه ما تستخدم عندك بكثرة طريقة سنيك كيس طبعا تفصل ما بين الكلمات بـ مثل ما تلاحظ مثلا push something هنا الفصل ما بين الكلمتين بـ طبعا هذه الطريقة تسمى كائناتك كلها في مثل ما شفت بـ مثلا في كل هذه راح تقول عندك في مثلا كل هذه حتى تفصل ما بين الكلمات تضع underscore لا لعلى ما تسمى عندك في السنيك كيس اذا هذه هي الطرق الشاعة في تسمية الكائنات طريقة باسكال كيس وطريقة كامل كيس تسمية المتغيرات وما على ذلك وايضا عندك طريقة السنيك كيس موسيقى